السلام عليكم مرحبا بكم معي فيديو جديد اليوم نشارك معكم بديل سلو للناس اللي ما عندهم مش القدرة انهم يصايبوا سلو كي يجيهم شوية غالي في المقادر ديالو هاد طريقة زوينة وكتجي هاد المعسلة غزالة ويمكن لكم تحضرها في الشهر رمضان كنزينوها بها الموائد ديالنا وغنية الصراحة وزوينة ولديدة في نفس الوقت غادي نحتاج لها باكة ديال البيسكوي انا غادي نوريكم شكل ديالو تقريبا فيه مية وخمسين قرام كنطحنو بمولي ناكس حتى يكون لها كمرمل كيفما كتشوفو بحال شكل ديال الطحين تقريبا يعني بديل الطحين يعني غادي تستعملي بيسكوي غادي نحتاج جوج كيسان ونص ديال كأس العنبا ولكأس الشاي اللي كتستعملو في المنزل ديالكم يعني جوج كيسان ونص عن طواما كيفما كيفما قدي تشوفو معايا وغادي نحتاجوا جوج كيسان ديال اللوز على شكل العقدة وكيفما ضروري كييني الناس اللي صايبوا فهذا رمدان البريوات يعني ضروري كتشيطلك شوية ديال اللوز استعملتها في هذه الحلوة ومعسلة كجيزوينة والناس الذين لديهم مش قدرة انهم يديروا سلوتها كجيزوينة يمكنك انك تزيني بها موائد مائدة ديال رمضان ديالك سنحتاجوا كيفما شوش كيسان ديال العقباد اللوز كأس مع مرش كأس إلا ربع زنجلان المحمر ومهرمش تقريبا ما كتتحنيش حتى يتعلك كي تطلق يعني كتخليها شوية مهرمش كيفما شوشوا معايا يعني كأس إلا ربع كأس مع مرش وغالي نحتاجوا ليمونة والحامضة يعني على الحساب باش كتسميوا في المنطقة ديالكم وغالي نحتاجوا القشور ديالها كي يعطيوا واحد لديدة لهذا الحلوة وغالي نحتاجوا معلقة ديال الخميرة الفورية كيفما شوشوا معايا يعني معلقة هكا مع مراش غالي نحتاجواجي معالقة كبارين ديال الزبدة وديال البواطا يعني الزبدة العادية اللي نستعملوا جوجمعالقة كبار إذا استعملتوا الزبدة الحيوانية تأطيوا واحد للدكتر موهم إحنا بغينا نقطاصدو يعني كون شي غالي هاد اليامات اللي يكون في الأوان طريقة تهيزوينة تجيب حل شكله تقريبا الناس الذين لديهم القدرة يجبون سلو بكمية كبيرة نحرك كل مقادرة حتى تندمج مع بعضياتها ندمج العناصر جيدا مع بعضياتها الزبدة تلبس لها خصوصا ان العقدارة هي كيف مشتوها مطلوقة ستزيد انها تطلق الزيت ديالها الزبدة تهيزوينة تعاوننا على اننا نحصله اذا بنوريكم شكل العجين انا حاولت انني منقطع لكم حتى مرحلة هكذا باش تشوفوا معي المراحل الكامل كمقى معها بشوية بشوية حتى تدخل ديك الزبدة كل هل دك اسمتوا بشاء ما كنحتاجوش لي دم كتير صراحة ما كنحتاجو لها حتى حاجة بنغيدو كجوج معالق كبار ديال الزبدة يعني انا شوية بشوية كمقى معها حتى تدخل ديك الزبدة مزيان مع دك البيسكوين اللي جاي علشك المرمل ومع دك هدام استغفر الله العظيم مع الزنجلان المهم غادي نضيف لهم من بعد بيضة متوسطة كيف ما شفتم معي هاد البيضة هي اللي غادي تعطيني داك القوام هانتوما كيف ما شفتو رأسلا انا حركتها يعني مبقى لها بزاف باش تجمع ديك البيضة هي اللي كتعطيها داك القوام بشكل عاجين يعني ما كتكونش ما هي ناشفة ما هي مطلوقة بزاف هانتوما غادي تشوفوا معي غادي مقانج معها حتى تعطيني واحد واحد القوام اللي هو مجموع بشكل عاجين هانتوما انا غادي ندخل ديك البيضة مزيان في المقادر وكنتنا محتن دامجوا مزيان مع بعض دياتهم كيف ما غادي تشوفوا وكنحاول ندخل العناصر مزيان مع بعض ديتها ديك النكهة ديال ليمون كتعطيها واحد نكهة الديدة وكيكون فيها واحد طعم مميز صراحة هانتوما شفتول هانتوما دغية جمعات يعني ما كتحتاجوش لها شي حاجة اللي اكتيرة خصوصا ديك البيضة ديال الزبدة ودك العقدة ديال اللوز يعني كتعطيها ديك القوام اللي هكا كيكون عاقد وخصوصا ان البيسكويت يكون خفيف يعني ما كيحتاش واحد الكيمية كثيرة ديال الزبدة هانتوما شتوها دغية جمعات القوام ديالها هانتوما كيف ما شتو غادي نحتاج واحد اللاطة اللي غادي ندهنها بزبدة اه غادي تكون مربعة يعني شوفو انتم على حسب القياس اللي عندكم غادي ندهنها هكذا كيف ما شتو جيدا بالزبدة ومن بعد غادي نوضع العجين يعني ديك بحل عقضة موام تقريبا تجيب حل عقضة ديال اللوز وصراحة كيتجي لديه ده كتجيب حل الشكل ديال نشوف المادقة ديالها يعني كي جيزوينة قبل ما غادي نوضع العجين ديالي ندير الزنجلان يعني كندر الزنجلان هو اللوز ومن بعد كانت ايطالها على اللاطة ديال الكاملها كيف ما غادي تشوفو معايا سوف نقسم بيض البيض سوف نقسم بيض البيض سوف نقسم بيض البيض سوف نقسم بيض البيض الزنجلان. كيف ما كنت لكم كنستسمح على التصوير في هاد اللقطات هكا جاء معايا ما عندي كندير مرضتش لبال. انا التصوير جاء هكذا. غادي تقبلوا عليا كيف ما كنت لكم. هنا كيف ما شفتوا معايا من بعد ما غادي ندردر عليها مزيان زنجلان يعني كتحطوا واحد الكيميا لها بأسة بها. يعني حيث ذاك ذاك البيض ديالبيض غادي يشرب لكم ذاك الزنجلان. وما غا تخافوا منها حتى حاجة. انا من بعد غادي نوريكم كيفاش انني غيكا كيدخل ذاك الزنجلان شوي مرسوية صغار مرحبا. بغيتوا تدرهم مكعبة صغورين تاهم كي يجوزوين وحلوين. المهم كيبقى الطريقة ديال تقطع لكم انتم بغيتهم كبارين بغيتهم متوسطين. كتلقى اختياري لكم كيف ما شفتو هنايا من بعد ما انا دردرت عليها ما كان خاف من اولو يعني ذاك ذاك الزنجلان باش ما ضغط عليها باش ما مزيان را كي يبقى معاكم ما كي ما كي طلقش يعني. مهم هنا كيف ما شفتو معايا غادي نقطعها على هاد الشكل كيف ما غادي تشوفوا معايا. ثم كيف ما كتليكم بغيتوا تقطعوهم على هذا مرحبا. بغيتوا تقطعوهم صغار ماشي مشكلو كيف ما غا تشوفوا معايا من بعد را كتخرج واحد العدد اللي صبارك الله زوين وكثير زمر اللي يمكن لكم تستعمله واحد قريبا دي عشر يملو لكل ها ديال رمضان. راها كافي انكم تستعملوا فيها هاد هاد الحلوة. اللي كتجي صراحة زوينة بديلة لسلو للناس اللي ما عندهم مش القدرة انهم يديروا كمية كبيرة ديال سلو. آآ هاد طريقتها هي كتجي زوينة وكتجي لديدة وكتجي معلكة. آآ ما نعوش لكم على شكل ديالها وكتجي كتير على عدد وخات شوفوا زعمالاتها صغيرة كتخرج واحد العدد اللي كبير يعني لك انه الافراد ديالأسرة شوية قلالوا دكشيرة آآ تاخد ليهم بعدها على الاقل ديك عشر ايام اللي لولا ديال رمضان. والصراحة زوينة حتى الناس اللي جاءوا عندك ضياف ودك شي. تايلة زماعة درتو سلو زما انتهي من بين المؤسلات اللي زوينة ممكن ديروه في رمضان اضافة الى الشباكية والبريوات. هنا من بعد ما قطعتها هانتو ما ودرتها في الفران طبت على مية وثمانين درجة تحمرت من تحت وتحمرت من الفوق. آآ من نسبة لطريقة ديالة تحمر ديالة راتتت تشوفها قصحة من الفوق. يعني اراك تكون باين طيبها بساهم. معاشي شي حاجة صعيفة يعني تديروها تكتتتتتتسحمرات من تحت والول ومن بعد كتتتتتتسحمر تلك تحت تحمر من الفوق. كتتتتخرجوها وهي بقى سخونة تضيف لها الاسل كيف اما غري تشوفوا معايا. هنا يعني كنضيف لها الاسل وو الذاك الاسل رح تشربوا زي ما وخاك رستأخد تتاخد واحد كيميالة بأسة بيها ملأسل. يعني كن اي طالع عليها كلها هكا على هادشكل. وكنحاول انني شوية يعني ندير واحد كمية لا بأسه ما بالعسل لانك تشرب ومني كتشرب العسل خصوصا الى كانت باقة سخونة خرجتها من الفران مني كتشرب داك العسل كتجي مع عسل وكتجي مع الكو كتجي واحد فيها واحد الدم عاودش لكم نجربها ما غاديش تندمو عليها من بعد كيف ما غاديش تشوفوا معايا انا من بعد مما هاكدا ايطالية عليها العسل من الفوق غادي ناخد الموس وغادي نعود ندوز على دوك البلايس المربع دوك الخطوطة اللي دوز عليهم من قبل يعني البلايسة دي القاطع اللي قطعتها من قبل غا نعود ندوز عليهم هاكدا باش كيدخل ليا العسل الداخل ديال الحلوة هاد المرحلة ضروري تديروها باش ميبقاش لكم العسل غي من الفوق يعني كتحاولوا انكم هي باقة سخونة يعني وانتي يان الله دفتي داك العسل كتعاودي تدوز على دوك الخطوطة اللي قطعتها هم على المرسويات يعني ذاك الحدود اللي درشين المرسويات ديالك باش كيدخل العسل من ذوك الفراغات على هاد شكل كيفما كتشوفوا معايا ومن بعد كتخليوها واحد شوية إلا كان باقي الفران عندكم باقي سخون كتردوها الفران طابعة الحلوة يكون طافي كتردوها له وهي كتشرب ذاك العسل إلا ما كانش باقي سخونة وكيفما شوفوا في اللووز الفيديو را كاتجي في هادك اللمعة من الفوق وكاتجي قاسحة من الفوق زي ما خاتشوفوها كاكوة لكن من الداخل كاتجي مع الكا وكتكون فيها واحد قرمشة اللي هي زوينة في نفس الوقت ويمكن لك أنك كتبردتها كتتزوليها على هاد شكل هادا كيفما غادي تشوفوا معاي ونرتبها في البواطن اللي غا نحتافظ بها